موسيقى جوردي ألبا كريستيانو رونالدو يمررها إلى يمينه يسدد الكرة المحاولة الأولى في المباراة تجنبه كرة خطيرة يونيت لعب التوزيع في المنطقة يخفز لألعبها برأسه ويضح في المربع والكرة منعوبة من الضربة الثابتة بالمخاس لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول قطعها في الوقت المناسب أحس بقوة التهديد ووصل للكرة مودريج جلعبها بينية أرضية تسديدة من كرة داخل الشبار انتلقوا بقوة كبيرة في هذه المباراة ستدها لكنها بالتأكيد ليست تسديدة عادية النتيجة إثنان لصفر الآن بين ميسي وصلت إليه يلعبها مرفوعة هل يمكنه التسجيل توني كروز راكيتيتش يلعب كرة إلى الأمام ووصلت الكرة إلى الحارس مباشرة وستكون هذه رمي التمس كانت الخطورة قوية لكنه واجهها بشكل رائع يلعب كرة بينية عدت الكرة ينتلق إلى منطق الجزاء أراد لعب كرة عالية ولكنها لم تكن ناجحة جوردي ألبا سيرخيو بوزكيتش يميستا يسيطر عليها أمامه فرصة التسجيل لقد فعلوها ما هذا الجمال والإبداع تم تسجيل الفارق إلى هدف وحيد وحاول أن أرغب بينيها حاول بمفرده التوغل لكن بلا نجاح يذكر يلعبها تولية بضغط قوي كالبوركان أخذ الكرة وحقق الأمان بينزيما يحاول فكتباعة المنافس يحاول لعبها بينية دانيال ألفش سيرخيو بوزكيتش نايمار يلعب كورة بينيها لا يمكنه إهدارها من هنا صنع فرصة جميلة للغاية مهارة رائعة منه إنه بالتأكيد خاضر على أحداث الفارق واحده جوردي ألبا سيرخيو بوزكيتش راكيتش كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره ماسي شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل تسدي فديرا نايمار يلعب بينيها أرضية يرسل كورة الدولية إلى المساحة البارغة جوردي ألبا يتقدم إلى الأمام ميسي يلعب كورة بينيها هل يمكنه التسجيل هل يمكنه تسجيل الهدف ويسجل الهدف بألاحة كبيرة إنها نهاية درامية مثيرة للشوت الأول كانت اللمسة الأخيرة رائعة ويحرص الهدف هل يكون هذا هدف الفاوز بالمباراة بالنسبة إليها سيطرته على الكورة هي السبب الأهم في التسجيل برشلونة متقدم بفارق هدف الآن ميسي وهذه هي اليانية الشوت الأول شاهدنا خمسة هدف بذلك الشوت والنتيجة الآن ثلاثة اثنين سنتابع الدقائق المتبقية الآن يلعب كورة تولية للمنطقة الأمامية تمركز جيد والدفاع يستميد لمنع الخطورة وقطع الكورة يحاول تمريرها عبر الدفاع دانيال ألفش فديرة فاتت ومرت ووصلت إليه مرت الكورة بشكل لطيف راكي تيتش يلعب كورة تولية دانيال ألفش وسيلعبون رميت تماس ماشيرانو إنيستا خطورة وشيكة لكنه نجح في منايا دانيال ألفش يلعب كورة إلى الأمام توني كروس والكورة منعوبة إلى الأمام ستحتسب المخالفة يخرج الحكم من ورقة السفراء قرار سليم دانيال ألفش يلعبها بينية أرضية تمريرها مقطوعة بين نعبة جميلة راكي تيتش إيزكو كريستيانو رونالدو حاول لعبة بينية أظن أنها تسمى برشانونة لم يقم بأي تبدير على اللاعبين بعد في وضعية صحيحة يندفع بقوة إلى الأمام جوردي ألبا نايمار يلعب كورة بينية قطع مزافة طويلة بالكورة مودريش يحاول أن العبة بينية نسلل على بنزما ماشيرانو دانيال ألفش إنيستا الكورة للأمان مارة الكورة مارة الكورة إنيستا نايمار يلعبها طولية قد تكون هذه فرصته ليست تسللا مادريش راكيتيج يعترض التمريرا إنيستا سينفذ الركنية يلعبون الركنية قصيرة إنيستا سيرخيو بوزكتز بي مادريش يحاول فاكتباعة المنافس بيكي دانيال ألفش ميسي حاول لعبة بينية وتخرج الكورة إلى رمي التماس عبدت الكورة وباشي سجلوها لديه فرصة جيدة وبكل فراعة يحلز الأطف أصبح الفرخ مريحا الآن بتخدمه بفرقة دفعية ميسي كان ولا يزال مصدر الخطورة ولكن أين كانت الرقابة لعب بهذا المستوى يمكنه القيام بذلك دائما ومع الضغط الغايب تماما عليه من المدافعين فإن الاحتمالات ليست في صالح المدافعين على الأدلاع يتقدمون بفرق هدفين الآن يلعب كورة بينية يمر الوقت بسرعة ماشيرانو ويفضل إعادة الكورة إلى الخلف دانيال ألفش يلعبها بينية أرضية قد تكون هذه فرصته نجحة في التسجيل أنسا نشاهد دراما اللعادات الأخيرة الآن بمجرد أن ارتكبوا الخطأ في وسط الملعب لم يكن لديهم الوقت الكافي لرد الفعل قبل أن تدخل الكورة إلى الشباك إنه دانيال يجب نهاية المباراة بعد إضافة بعد الوقت مدل الضايع ينطلق الحكام صافرته معلنا نهاية اللقاء